عزيزي طلاب الصف الثلث الاعدادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهاردة ان شاء الله هنقدم مع بعض نموزج امتحان اللغة العربية لمحافظة المنوفية. وان شاء الله هنحل الامتحان مع بعض علشان نتأكد من ايجابتنا. اه طبعا زي مبادئ السؤال اول سؤال التعبير. وطبعا التعبير في برقية. فبيقول لبرقية الى جندي مصري في سيناء تشكره فيها تكتب له برقية يعني. اه تشكره فيها على شجعته في محاربة الارهاب. وبعدين التعبير الابداعي اكتب في واحد من الموضوعين الاتي. يعني فيه ما لايقل عن ستاشر سطر وما يزيدش عن عشرين سطر. اول موضوع العلم والاخلاص في العمل. وبزل الجهد. الجهد تتخطى مصر الصعوباتي. باول موضوع. اول موضوع هنتكلم فيه العلم والاخلاص في العمل. الموضوع التاني قصة شاب طموح. وضع له هدفا واستطاع بجهده ان يحققهم. ان يحققهم. يبقى انا هختار موضوع من الاتنين دول وهكتب فيه. طيب احنا هندخل بقى على الاسئلة بتاعتنا ونشوف اجاباتها ايه? اولا القراءة السؤال الاول من موضوع الحمامة المطوقة. بيقول لي هنا ايه? نصب الصياد شبكته ونثر عليها الحب. وكمنا كريبا منها فلم يلبس الا قليلا حتى مرت به حمامة يقال لها المطوقة. وكانت سيدة الحمام ومعها حمام كثير. تخير الاجابة الصحيحة او تخير السواب لما يلم مما بين القى وسايد. مراضف نصبة بالديني. تعبا ولا اقامة? ولا احتالة? ولا اعيا? طبعا مراضف نصبة اقامة. مراضف نصبة اقامة. تمام. يبقى احنا هناخد اقامة. بعد كده بيقول له ضع علامة صحة امام العبارة. ازا كانت صحيحة او علامة خطأ امام العبارة ازا كانت غير صحيحة. يعني علامة صحة امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة غير الصحيح. وقعت قصة الحمامة المتوقف في الشام. خطأ. بعد كده بيقول له القيادة تضحية وفداء. وضح ذلك من خلال فهمك لاحداث القصة. هنا بقى هنقول له في اجابة السؤال ده. حينما طلبت الحمامة المتوقف من الفقر. ان يقرض عقد سائر الحمائم اولا. قبلها ان هو يفق عقد سائر زملائها قبلها يعني. طيب بعد كده السؤال اللي بعد كده آآ بيقول له من قصة طموح جارية تخير السواب لما يأتي مما بين القوسين. هنا بيقول له كتلة توران شاه بسبب حكم الفاسد لمصر ولا تدبيره مكيدة اللي قتل شجر الدور ولا مساعدته الفرنج في الاستلاع على القهرة ولا اصلاحاته وعدله. طبعا الاختيار الاول بسبب حكمه الفاسد لمصر. ضع علامة صحة امام العبارة ازا كانت صحيحة يعني علامة صحة او خطأ زي ما قلنا قبل كده. اشتد جزع شجر الدور وزلت بجوار السلطان في مرضي حزينة باكية. طبعا العبارة دي خاطية هي مشت شؤون البلاد والجيش. ولم ايه? ولم تجلس بجواري حزينة ولا باكية. ما الخطة التي عرضها بيه برس على شجر الدور لابادة الفرنج. الخطة اللي عرضها ايه? على شجر الدور عشان يبيد الفرنج ويتخلص منهم. هنا هنقول الخطة كانت عبارة عن صناعة سفن. تحمل لبحر المحلة تحترض السفن الافرنجية المحملة بالطعام فيموت وجوعا ان لم يستسلموا او يعودوا لضميات. معنا السؤال الثالث. القراءة متحررة المحتوى اقرأسهم عجب. عندما احتلأ الانجليز مصر عندما احتلأ الانجليز مصر عمدوا الى القضاء على التعليم باعتباره معولا فعالا للهدم والنقوص الى الوراء فكانت المنوفية اقوى من المحتل بالتعليم. از اسس الرجل العظيم عبدالعزيز باشا فهمي جمعية المساعي المشكورة التي انشأت مدارس المساعي واقنع البشوات وكبار الاغنياء بالتبرع لدعم التعليم في المنوفية وقد قال احمد شوقي امير الشعراء معبر عن عنصخاء المنوفيين باحدا ما قيل عنهم بقوله هنقول لبيات مع بعض كل الصورات المنوفيين لا يبارحوا للفضل اهلا وللخيرات عنوانا يا افضل الناس في الايصار سابقة واحسن الناس في الاحسان بنيانا عشان الناس بتقول بس ان الملايفة ايه بخلة طبعا احمد شوقي هو بيقول بزاة نفسه ان هم مش بخلة ولا حاجة. فانا بيقول لي تخير السواب لما يأتي مما بين القوسين مضاد الايصار دين الاثر ولا السقر ولا السائر ولا الاثرة طبعا انا هياخد الاختيار الاخير اللي هو الاثرة. بعد كده بيقول لي ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة او علامة خطأ. الانجليز اهتموا بالتعليم لتثبيت اقدى لتثبيت اقدامين في مصر خطأ طبعا هما ما اهتموش بالتعليم زي ما احنا شفنا في بداية الخطأ. فبيقول لي عندما احتل الانجليز مصر عمدوا الى القضاء على التعليم. هما كانوا عايزين يقضوا على التعليم مش عايزين ايه ينهضوا بي ولا يهتموا بي. طيب اه بعد كده بيقول لي فيجين بيقول لي ايه? بيقول لي مصر خالدة وباقية. وضح ذلك من خلال الفقرة السابقة. طيب هنا هنقول له ايه بقى? هنقول له حيث كانت مصر اقوى من المحتل اه ذاته. اه الذي حاول تدمير التعليم في مصر. ولكن طبعا اه زي ما احنا شايفين في القطع ان كبار الاغنياء والبشوات والكبار اه تبرعه لدعم التعليم في مصر. طيب السؤال اللي بعد كده معنا هيبقى سؤال النصوص. معايا طبعا النصوص هو سؤال اول اكباري من نص سفينة تنوح اقرأ. ثم اجيب. قال تعالى حتى اذا جاء امرنا وفار الطنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلكة. الا من سبق عليه القول ومن امن وما امن معه الا قليل. وقال اركبه فيها باسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور الرحيم. تخير السواب لما يأتي مما بين القوسات. معنى الطنور الفرن ولا الاناء ولا البئر ولا البحر. طبعا معنى الطنور الفرن. جمع كلمة قليل. او قال ولا وقول ولا اقلاء ولا قل. طبعا احنا ناخد جمع كلمة قليل اقلاء. ما علامة بدء الطوفان? ومن الذي راكب السفينة مع نوح عليه السلام? طبعا انا عندي علامة بدء الطوفان. هي خروج الماء بقوة من الطنور. طيب من الذي راكب معه السفينة? راكب معه من كل نوع من الحيوانات والطيور زكر وانسة. من كل نوع من الحيوانات زكر وانسة. وطبعا اه وراكب معه الذين اعملوا بهم وقومه. ودول عاداتهم كان قليل. وراكب معه ايضا من اعملوا معه من اهله. طيب بعد كده بيقول لي ما الجمال في قوله تعالى بسم الله مجريها ومرساها. مبدئين زي احنا شايفين ان مجريها ومرساها. العلاقة بينهم تضاد. والتضاد بيقول معنا وبيوضحه. اه طب بالاضافة طبعا انه تعبير جميل بيدل على حسن التوكل على الله. تعبير يدل على حسن التوكل على الله. بعد كده بيقول لي امر الله نوح عليه السلام ان يصنع السفينة وانهاه عن الشفاعة لقومه لانهم هالكون. اكتب من النص الاية الدل على هذا المعنى. طبعا الاية اللي بتدل على المعنى ده هو قوله تعالى واصنع الفلكة بعيون نعوه حين ولا تخاطبني في اللزين ظلموا انهم مغرقوا. واصنع الفلكة بعيوننا ووحينا ولا تخاطبني في اللزين ظلموا انهم مغرقوا. بعد كده معنا باي لا سئلة اجيب عن سؤال احنا ما زلنا في النصوص طبعا خدنا النص الاجباري. بعد كده هندخل على النصوص الاختياري. اجيب عن سؤال واحد من السؤالين الاتيين. السؤال الثاني من نص وادي الكنانة. هناك المجد يدعوكم فيهبه وليس يرعوكم في المجد خطبه. لعمر المجد ما في المجد صعبه. ترد الزل من يخشى الحمامة. طب هنا بيقول لي تخير السواب لما يأتي مما بين القوسين. معنى تردى لبسه ولا ماته ولا هلكه ولا فانهيه. معنى تردى لبسه. مضد هبه استيقظه. هو عايز المضد. هو هنا عايز المضد. استيقظه ولا اقرضه ولا احسبه ولا تقعسه. طبعا مضد هبه تقعسه. اثبت الشاعر شيئا وايده بحقيقة. وضح ذلك من خلال البيتين. طبعا في البيتين دول اثبت الشاعر ان تحقيق المجد ليس بالامر الصعب. وان من يخشى الموت فهو زليل وجبان. من يخشى الموت فهو زليل وجبان. بعد كده بيقول لي. سؤال اللي بعد كده بيقول لي. لعمر المجد ما نوع الاسلوب وما غرضه. طبعا هنعندي لعمر المجد اللام اللي في كلمة لعمر المجد. اه دي اسمها لام القسم. فنوع الاسلوب هنا اسلوب قسم وغرضه التوكيد او التأكيد. غرضه التوكيد. وده طبعا اسلوب بيدل على عظمة المجد واهميته. بعد كده بيقول لي. العلم بلا اخلاق وسيلة للضياع. اكتب من نص خلال كريمة. بيتا يتفق مع هذا المعنى. طبعا البيت اللي بيتفق مع هذا المعنى هو قول الشاعر. والعلم اللي لم تكتنفه شمائل تعليه. كان مطية الاخفاقي. طيب سؤال النصوص الاختياري اللي بعد كده من نص حب الوطن. ومن تؤويه يدار فيجحد بفضلها. يكن حيوانا فوقه. يكن حيوانا فوقه كله اعجمي. ألم ترى ان الطارة ان جاء عشه فآواه في اكنافه يترنمه. طيب تخير السواب. لما يأتي مما بين قوسين معناه يجحده. يكره. ولا يبتعد. ولا يقر ولا ينكر. معناه يجحد ينكر. معناه يجحد ينكر. مضاد يترنم يتمرد يخاف يبكي يشدو. مضاد يترنم يبكي. هي معناه يشدو اساسا. طب هنا بيقول للشاعر الرأي في من ينكر فضل وطنه مصحوب بدليل. وضح ذلك من خلال البيتين. وضح ذلك من خلال البيتك بيقول لي ان اللي بينكر فضل وطنه عليه بيكون مثل الحيوان لا ده هو كمان بيكون اضل من الحيوان والدليل على كده ان الطيور لما بتعود الى اعشاشها وبتحتويها وبتضمها اعشاشها بتترنم او بتجده وتغني فرحا وسعادة بعد كده بيقول لي لا يشعر الانسان بالسعادة اذا كان اخوه في شقاء اكتب من هذا النص من نفس النص بتاعنا ده بيتا يتفق مع هذا المعنى اقول له البيت اللي بيدل على هذا المعنى هو قول الشاعر ومن يتقلب في النعيم شقى به اذا كان من اخاه غير منعامي طيب معنا نقطة هنا احنا عنهاش الم ترى ان الطير مانع الاسلوب وما غرضه الم الم طبعا زي ما احنا شايفين ده اسلوب استفام غرضه ايه غرضه التقرير اسلوب استفام غرضه التقرير هندخل بعد كده على سؤال الناحوة اقرأ ثم اجب من اعظم ما يتمناه الانسان ان يسود العالم العالم سلام وان تصل الدول المتصرع الى وفاق يضع حدا للتوتر الدولي ويكفي معناه من حروب ضمرتهم اعرف ما تحته خطم الدين الكلمتين ان يسود العالم سلام في هنا تقديم وتأخير لانه هنا اقدم المفعول به على الفاعل ان يسود سلام العالم اه طبعا فلعندي سلام هنا هتبقى فاعل مرفوع لما ترفع الضمة والكلمة التانية عندي يضع حدا للتوتر الدولي والدولية هنا هتبقى نعت لكلمة التوتر هيبقى نعت مجرور وعلى متجرق الكسرة بعد كده استخرج من الفقرة السابقة ما يليه عزي نشوف الفقرة برضو قدامنا عزي نستخرج اسم فاعل وبين فاعله هناخد المتصارعة وطبعا من الفعل التصارع من الفعل التصارع بعد كده عايز اسم تفضيل وازكر وزنه انا عندي اعظم وزنه هيبقى افعل اعظم وزنه افعل بعد كده بيقول لي صوب الخطأ فيما يأتي نكشف في المعجم عن كلمة يضع طبعا عشان نكشف المعجم عن الفعل ده لازم نرجع له الماضي فهتبقى وضع عشان نعرف اصل يا دي ايه فوضع هنكشف مش هنكشف عنها في المادة دي خالص فهنكشف عنها في وضع اللي هو آآ باب الواو فصل الضاد والعين او باب الواو مع الضاد والعين بعد كده بيقول لي آآ محمد موظف اخلاصه في العمل الكبير بقى تحته خط ليه كلمة موظف آآ اسم مفعول لفعله سلاسي هي فعلا الاسم مفعول لكن مش لفعله سلاسي فاللي هيتغير هنا او اللي هنصوبه كلمة سلاسي وهنقول غير سلاسي والفعل بتاعها وظفها الفعل بتاعها وظفها فعله رباعي مش سلاسي بعد كده بيقول لي تخير الثواب لما يأتي مما بين القوسين آآ جاري سماعة اذنه تالفة جاره يعني السماعة بتاعت اذنه اللي بيستعملها في ان هي تخليه يسمع آآ تالفة ما تحته خط مشتق نوعه اللي هي السماعة دي صغة مبالغة ولا اسم مفعول ولا اسم تفضيل ولا اسم آلة ده طبعا معانا اسم آلة هنا بيقول لي ايه بيقول لي قابلني انسان اعمى اعرج ولكنه انقى الناس قلبا اسم التفضيل الولد في الجملة السابقة اعمى ولا اعرج ولا انقى ولا قلبا طبعا اسم التفضيل اللي معانا في الجملة دي انقى هو انقى. بعد كده اجب بما هو مطلوب امام كل عبارة. فهنا بيقول صغ من الفعل استقر اسم ما كان في جملة من الانشائك. فهنقول له القرية مستقر الاحباب. القرية مستقر الاحباب. بعد كده بيقول لي جاء بشير الخير. جاء بشير الخير. احنا طبعا ان عارفين ان الصغة المبلغة. آآ بتيجي مفردة وبتيجي جامعة ومؤنس ومذكر وكل حاجة. حدد المشتق في الجملة السابقة. هنحدده فهنقول بشير. المشتق هو الكنمة دي. طيب نوع ايه من المشتقات? ده صيغة مبالغة. صيغة مبالغة. بعد كده عندي سؤال الخط وبعد كده معي سؤال الاملاع. ده كان امتحان اللغة العربية للصف الثلث الاعدادي محافظة المنوفية. ودي آآ كانت اجابته. لو انت لسه موجود معنا في الفيديو ما ننساش ان احنا نعمل لايك من الفيديو. ونشترك في القناة عشان توصل لنا آآ ونفعل الجرس طبعا توصل لنا اشارات بكل الفيديوهات اللي احنا بنزلها. اشوفه في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.